سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق وإليكم تفاصيل الخبر كشف هشام رشاد نائب رئيس التلفزيون المصري للبرامج الرياضية عن قرار بإيقاف المخرجة إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك حين انتهاء التحقيق معها وقال رشاد لمصراوي اليوم السلساء أنه جرى إحالة إيناس عثمان للتحقيق بعدم إعادة اللقطة التي أصارت الجدل حول عبور كرة الفريق المغربي لخط مرمى الزمالك من عدمه وظهورها في الفضائيات عقب المباراة للتأكيد بأن كرة لم تتعدى خط المرمى مع أن ذلك ليس من اختصاصها بحسب قوله وأوضح رشاد أنه لم يتحدد مدة لإيقاف مخرجة المباراة مؤكدا لحين انتهاء التحقيقات معها أضاف رشاد أن العقوبة المنتظرة للمخرجة إيقافها عن نقل المباريات وكان جدل جبير أثير عقب المباراة بسبب عدم إعادة هجمة فريق المغربي وسط شقوق حول تعدي القرى لخط المرمى وإساءة معلق المباراة المغربي للمخرجين المصريين وتشكيكوا في قدراتهم قبل كأس الأمم الأفريقية المقرر تنظيمه في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم مؤاخر الأخبار المصرية والعالمية ترجمة نانسي قنقر